شرفتنا وأنستنا وزي ما حضرتك مع موتنا احنا بنبتدي الفقرة دي بالصلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أهلا أحمد الحقى تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بذوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النوري وأهله الصلاة يا مولانا هي صلة بين العبد وربه نعم ولما بقى صلة مع نور السماوات والأرض إذن ربنا بإذن الله حيحوطني بنور وجهه الكريم نعم لإني موصولة بالله نعم يعني في لحظات الصلاة دي بيبقى الوصل كبير والنور كده لو أحد حاسس بالمدن من الله سبحانه وتعالى أو الراحة يا سلام يعني طيب إزاي هذا النور وهذا المدد يفضل مستمر معايا حتى لو أنا يعني خلصت صلواتي بس أنا عايزة نور الله يفضل محوطني دايما أولا النور الذي يستمد من نور الله سبحانه وتعالى هو اتصال العبد بربه في الصلاة لأن الله سبحانه وتعالى قال الله نور السماوات والأرض أيه مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري ينقض من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله بنوره لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليهم والهب بالله صدق الله يهدي الله لنوره من يشاء يبقى أنا ما بروح أصلي سبحان الله ده هدايا من ربنا وإختيار هدايا من ربنا وبعدين هدايا إلى نور الله أستنيه بنور الله أستمد من نور الله سبحانه وتعالى هذا النور يتجلى ويتبلور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله النور ضاجه منين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ساعة أن كان يرجع من الطائف وقال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأن تربي إلى من تكلوني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سختك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما سيدنا النبي يقول أعوذوا معنى أعوذوا في اللغة يعني ألتجي يعني أحتمي يعني ألتسق زي العرب ما قالوا أطيب اللحم أعوذوا أيها فسيدنا النبي يجعل مظلوم من الطائف قذفوه النساء والصبياء بالحجارة طيب أما دعا بالدعاء ده طيب هو حلتسق بالنور الله شيء كان لا يتخيل ولكن إرادة الله سبحانه وتعالى أن يتم له هذا والقصة طبعا عشان طويلة مش حقدر أصرطها صرد تفصيلي تفصيلي لكن إحنا أما سيدنا النبي أراد الله له أن يصعد ومعه سيدنا جبريل وسيدنا جبريل يقول له تقدم يا محمد يقول له تقدم أنت يا جبريل ده أنت الدليل بتاعنا معرفش تقدم أنت يا محمد تقدم أنت يا جبريل قال له تقدم أنت يا محمد فإنك لو تقدمت اخترقت ولو تقدمت أنا لا احترقت ليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد هيئ وأعد لهذه الرحلة من الملائكة في قصة شق صدر بعد رجوعه من الطائف عند الحجر في الكعبة المشرفة أي علشان يتهيأ للرحلة دي طيب المقام الذي كان فيه سيدنا جبريل يتوقف ويتقدم فيه سيدنا محمد مقام نوراني لا يقدر الملائكة على اختراق هذا المكان سبحان الله ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي خلق من نور الله سبحانه وتعالى لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق النور قبل أن يخلق الروح والروح قبل الجسد فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أعظم الناس خلقا ولما كان أكثر الناس التزاما بقربه لله استحق العبودية لله سبحانه وتعالى فامتنى الله عليه بهذه المكانة ولذلك حين وقف في الحضرات الإلهية قدمت تحية إلى الله سبحانه وقال التحيات لله التحيات الصلوات الطيبات المباركة لله فقال له الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام علينا وعلى عباد الله الصالح لم ينسانا في هذا الموقف الملائكة تتعجب التي اعترضت على خلق آدم وحين أمرهم الله بالسجود قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون فالله سبحانه وتعالى حين رأت الملائكة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى أمته وهو في هذا المقام قالوا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله وهنا فرضت الصلاة فكانت نور كما أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وكما قال الله في سورة النور أن هذا النور يتجلى في بيوت أذن الله أن ترفع هذا النور قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم الصلاة نور والصدقة برهان وقال صلوات الله وسلامه عليه عن الذي تقبل صلاته كانت له من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم عن الذين يحافظون على صلاة الفجر من صار في طريقه فليقل دعاء بقى وأنا مش في الطريق اللهم اجعل في قلبي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وأعظم لي نورا وأنا مش رح لصلاة الفجر وقال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة الصبح فليس في وجهه نور يبقى النور بيستمد من الفجر طيب وبعدين بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة لصلاة العشاء وصلاة الفجر كل ده نور بيستمد منين من نور الله سبحانه وتعالى علشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل فرضية الصلاة في مكان كله نور من الله نور في مكان كله نور على نبي قد جاءكم من الله نور وكتابه مبين في كتاب هو نور وهو القرآن العظيم طيب حاس تاسمى حضرتك نشوف تقرير ونرجع تاني نكمل الحديث اللي ما بنجبعش منه من حضرتك الله يرضى عليك نشوف تقرير ونجع على طول إن شاء الله من حملة بناء المساجد زي ما عودناكم كل مرة هنا مكان جديد من قرية المسيد مركز العدوة محافظة المينيا النهاردة جينا المكان جديد لمسجد الأنوار المحمدية مسجد الأنوار المحمدية هنا بيشتكي إلى الله ما فيه أرضه تشتكي حوائطه تشتكي سقفه يشتكي حتى المصلين فيه اشتكوا المسجد ده مسجد الأنوار المحمدية المسجد ده مضموم لوزارة الأوجاف المسجد ده في صلات الجمعة بيجي عدد كبير مهول فيه ناس ما بتصليش الجمعة خلص فيه ما تلقاش مكان يعني بالنسبة للميضة واخد تلتين مساحت المسجد بالزبط وملاش أي قيمة حتى الميضة يعني غير صالحة للاستعمال الأدامي بالزبط يعني نزل المطرة على الحصر وعلى الفارشي معرفناش تصلي دي نمرة واحد نمرة اتنين أحياناً لما نبأ ناس غريبة ماشية بسيارة وحيخش الميضة يلاقي الميضة لا تصلح ولما يبأ ناس كتيرة المكان لا يسيع المصلين اشتكوا ان هم مش قادرين يبنوا المسجد ده الناس مش قادرة يمكن انت شايفين الوضع ورايا عامل ازاي ده منبر مثل الذي كان يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم منبر بهذا الوضع في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى لما نزل المطر سنة اللي عدت الناس جاعدت تلات ايام المسجد مغلق ريحة الفرش ما حدش عارف يدخل المسجد من الريحة اساسا وكان ده جاعدت تلات ايام بالضبط يعني واحد او اثنين اللي كانوا بيصطلوا كانوا بيصطلوا في الاماكن اللي فيها حتة ناشفة الناس غابت المسجد مقفول ايام واسابيع عشان الريحة السجاد عشان المطر نزلت عليه بوزته لما انت تبص في السقف او تبص في الحوائط هتشوف اسر المطر عامل فيها ايه مين حييجي وحيقول انا للمسجد ده مين حييجي ويقول انا والد توفى او ابن توفى وعايز اعمله صدق جرية تدوم ليه عند ربنا سبحانه وتعالى هذا بيت الله يناديك وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من بنى مسجدا لله بنى الله له مثله في الجنة يلا استعد وابن لنفسك بيت في الجنة من الان مسجد الانوار المحمدية يناديك فلا تتأخذ مسجد الانوار المحمدية والله انا مكسوفة من سيدنا النبي ان المسجد ده يعني يبقى بالحالة دي ومش كلنا نحط قدنا في قدن بعض وبأسرع ما يمكن يعني ناخد السواب احنا اللي حنستفيد على فكرة مولانا بمناسبة بقى مسجد الانوار المحمدية انا عايز اسأل سؤال يعني لو حضرتك انا ان شاء الله يعني انا واخواتي اتبرعنا واحنا طمعانين وطمعين طبعا ان شاء الله يا رب يا رب يتقبل مننا طاعتنا في ان احنا ان شاء الله نحاول يعني في اسرع وقت يتم انجاز هذا المسجد بس هل انا حاخد سواب بناء المسجد وسواب اي حد حيصلي في المسجد كل ما ياخد سواب رقعة ولا سجدة ولا ولا يعني سواب اي حاخد انا كمان معاه السواب ده على فكرة استاذة نشوة يمكن جاب لمدل حضرتك جابلني حد من اخبار اليوم هو وزوجته وبيسأني نفس سؤالي يا سبحان الله ودي يتبرع عن ابوه وامه وزوجته عن ابوها وامه يا حبيبتي فنسألونا في السؤال بتاعي حينفع ان انا اتبرع على ابوه يا امه وربنا حيقبل لا فيه ناس بتقول لي ماينفعش ومش عارف ايه ولازم يكون هم موصيين والكلام ده كله فيه حاجة باجا ده انا يعني ديننا ديه دين البشريات لو انت قلتي انا من اول جد لي لو جدك سيدنا النبي من اول جد لي لحدي انا متبرع بيدا والذريتي من بعدي تخيلي كل دول بياخدوا اجر وثواب من مين من كل راكع وساجد وقائم في المسجد من كل صبي او ولد او بنت تتعلم القرآن في المسجد من كل حد بيجي اجيال بعد اجيال يتعلم الشيخ يعلمه ويرشده ويوجيه الى الدين يا سبحان الله اجيال بعد اجيال بحنا موتنا بجلنا سنين وصدق جارية شغالة عداد العداد بتاعنا شغالة والواحد يلاقي الحصيلة بتاع ديه كلها بنية يعني بجرد بس انا اما لو الفعل بقى لو انا مش نويت ده انا نويت وروحت وان شاء الله ان شاء الله تبرعت عشان مسجد الانوار المحمدية حضرتك ده طبعا العداد بيعد في لجميع جميع الاجيال جيل بعد جيل حتى ولو هديم المسجد واعيد بناءه انت وذريتك واجدادك يا رب يا رب ربنا يبشر حضرتك بكل خير الله يرضى عليك الله يرضى عنك يا رب ويكريمك كده وتشرفنا دايما ربنا يبارك فيك انا باشكر حضرتك جدا جدا هو الفقر خلصت بس احنا هنشوف تقرير فانا حبيت اشكر حضرتك قبل ما نشوف الفقرة الله يرضى عليك الله يخليك اسم نشوف الفقرة مع حضرتك ده المسجد زي ما انتم شايفين وده المسجد اللي احنا وقفين فيه لما اتكلمنا مع الناس الناس قالوا والله لو نقدر نعمل المسجد كنا عملناه ولكن العين بصيرة والايد قصيرة احنا بالنسبة للمسجد ده مستحجيينه 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 واللي يعمل حاجة يلجاه عند ربنا وطبعا المنطجة هنا منطجة يحولى ولا جوة إلا بالله العلي العظيم منطجة يحولى ولا جوة إلا بالله العلي العظيم وعدد السكان في المنطجة ما شاء الله وكل ما يروح العدد يزيد ونطلب من ربنا نطلب من ربنا فعل الخير يقضع ربنا على ابونا المسجد عشان بالنسبة للقرية دي من استحقية ابونا المسجد الجامح دي مبنى دواء بالملك ومبايز دي وشايف البيض بتاعه وبيجع ومعجود باللوح والعرق واما يجعد الطراب علينا وإحنا بالصاد بالنسبة للجامح هنا الجامح هنا ساعة النطرة نزلت عام نول وقاصة بالله جاعدنا جي شهر كنت تخش الجامح هنا كنت تلاقي جريحة السجاد دي كنت تستطيع جريحة يا بي أولاد الوضع ده مش هينفع كني نجف نصلي تلاقي اللي أمي يا نازل علينا من فوق اللي عارفين نصلي والعارفين نجف والناس رجياكت بتروح الميا من تحت وفي عز الساجعة فبدأ وضع حتى تبيوت ربنا المفروض البيوت دي تبقى من أحسن أماكن على وجه الأقل جما نصر صناطرة طلعنا نجر على البيوت كل واحد جير على بيوت صلينا في البيوت هنا وبعد كده جينا تاني يوم حشنا الفرش الفرش تبل بالباجة وتعافص ونزل عليه الطراب والنطر باجة طين متعرفش نحط رجلك فيه والدناه مخسله هنا بتاعه بالكهرباء غسلوه وجاعد يجي 15 يوم نشرين عبدا نشوف وجبناه هربنا لبيوتنا عشان نتحامى من المطر واخد بالك من الكلمة كان زمان الناس لما تحصلوهم مصيبة كان يجروا على المسجد يتحاموا بالمسجد ويقفوا في المسجد دلوقتي الوضع مختلف لما بتحصل مصيبة في المسجد الناس بتسيب المسجد وتروح لبيتها عشان تقعد فيه بالنسبة لها للخير ربنا اتجازيهم خير ودي في ربنا نجعل فمزان حسنات ومبعضين انتو زي ما انتو شايفين وضع الجامع حتى الوضع هو بين قدامكم الوضع بنباك فين صالة التراب نزل عينها من فوق بيجيجي الشتاء بنطرة بتنزل عينها من فوق فاللي بيعمل حاجة طبعا بيلاقيه عند ربنا وإحنا ريت الناس اللي يقدر تساعد باي حاجة اللي يقدر يساعد باي حاجة يساعدنا عشان الجامعة داية هد ويتوسع ويتعمل بطريقة احسن من كده اخوانك هنا في البلد دي محتاجين فضل ربنا اللي معاك عشان تبنيلهم بيت ربنا اللي زادك من فضله ووسع عليك لا تبخل على نفسك وكن من المساهمين في بيوت الله